أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما المراد بالعذاب الأدنى في قوله تعالى وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ هذا على قوله قيل العذاب الأدنى في الدنيا ما يصيبهم من القتل والجوع والمصائب لتصيب الكفار وقيل المراد العذاب الأدنى عذاب القبر فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر وعلى هذا التفسير تكون هذه الآية من أدلة عذاب القبر كذلك قوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون قالوا هذه في عذاب القبر نعم أحسن الله إليكم وفي قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في الدنيا يعني هذا عذاب القبر يعرضون عليها في الصباح والمساء وهم في قبورهم نعم فهذه من أدلة عذاب القبر في القرآن الكريم نعم